مرحبا بكم في خلاق جديد النهاردة وفيديو جديد النهاردة والفيديو للبنات فقط يعني انا خصصة الفيديو النهاردة وستارتنج من الايام دي ان شاء الله باذن الله هعمل فيديوهات كتير جدا الفيديوهات دي هتبقى للبنات فقط او للستات فقط اه فلو انتو اول ما قالوا لا تتفرجوا على الفيديو عملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو لسه مستمرتوش عشان يجيلكوا نوتفيكيشن اول ما الفيديو ينزل ولو انت راجل يعني ممكن تتفرج برضو بس الفيديو ده موجه الى البنات فقط يعني فاهلا بيك يا حببتي يا اختي سيدتي الفاضلة يعني يا سيدتي الفاضلة يا اختي صغيرة يا اختي كبيرة معرفش سنكو بس الفيديو ده صدقيني ان شاء الله بإذن الله هيكون فيه سر هيغير حياتك خاصة ان انا قررت اعمل الفيديو ده علشان كمية المسجات الكتير اوي اوي اللي بيجيلي الفترة دي من بنات فعدوا ينقلوا لي راشا عملي فيديوز للبنات بس للستات بس البنات البنات يعني اللي هما كانوا مرتبطين وصابوا مثلا خطيبي سابني حبيبي سابني وتاذر وعايزينوا يبقى مخاصص للبنات بس فالنهاردة قررت ان انا يعني قلب بطلبكم واعمل الفيديو ده للبنات فقط لا غير طيب قبل ما ابتدي في الفيديو ريت تعملوا لايك اللايك مهمة اوي لو عايزين تدعموا القناة وكمان تعملوا لايك علشان اللايك ده بيزود نسبة المشاهدة وطبعا عايز اكبر القناة وعايز اوصلها ل 500 الف مشترك خلال الشهرين الجايين دولت طيب ازاي اقدر انسى حبيبي او الشخص اللي انا كنت مرتبطة بيه بقى سواء جوزي خطيبي شخص اللي كنت بحبه يعني انسى بسرعة او ان انا اخرج من تعلقي ذي طبعا احنا عارفين ان البنات اموشنل اكتر يعني انتو البنات بتتأثر اكتر من رجالة يعني الراجل ممكن يبقى سيب حبيبته ولا خطبته ولا امراته في نفس اليوم تلاقيه قاعد مع صحابه عادي جدا على القهوة وسعيد وانطلق ما عندوش اي مشاكل يعني فالبنات هم الاكتر تأثرا بالعاطفة يعني بنات عاطفيين وايموشنل اكتر بكتير جدا من اذا انا حطت سماعنا هذه سوري البنات ايموشنل اكتر بكتير جدا من يعني من الرجالة يعني فالراجل تلاحس ان هو عادي ما عندوش منع خالص يكون عندو مشكلة عاطفية وبيتفرج على المطش ويمكن يتأثر ان فريقه خسر اكتر بكتير جدا من ان حبيبته ثابته يعني فيعني تحية للستات اللي عندهم مشاعر وعندهم احساس وبيتأثروا باقل حاجة في الدنيا وشكرا كل نيس صحيح اللي بركتلي على السيلف ستاك فاين اللي اشتريت السيلف ستاك بقيت بقدر اصور بيها ده انا كنت تبعاني يا جماعان طيب ازاي يقدر انسى حبيبي السؤال ده استقلته كتير جدا وهو يعني للأسف كل البنات اللي بتبعاتي تقولي انا بقيت حسنا ميتة وبتفرج على فيديوز كتير قوي وبعوض عيط وحسن ان حياتي انتهت وحسن ان انا عمري ما حب حد تاني وعمري ما هقابل حد تاني كويس في حياتي وخلاص كل حاجة انتهت في حياتي وانا مش عايزة عيش تاني وبسمع كمية طاقصل بيا مش طبعية جماعة كمية اهر مش طبعية أولا أنا مش عايزة يكون تحسوا بكده لأن يعني عايزة أقول لكم إن ما فيش حاجة اسمها حد سابق وخلاص مش هتقدر يترتبطي تاني وعمرك ما هتقابلي حد تاني مناسب فيش الكلام ده خالص إن شاء الله بإذن الله ربنا كل حاجة في الدنيا نصيد يعني لو أنت بتعدت عن شخص بيحبك ممكن يكون ربنا شايل لك بجد حد تاني أفضل فأنا مش عايزة أقول لها حتة أنا مش عمري ما هرتبط تاني وعمري ما هلاقي حد أحبه تاني ما فيش الكلام ده نهائي وأنا كراشة بقول لكم لا يعني الحياة لسه قدامكم يعني لسه الحياة يعني مش مفيش حاجة اسمها كده فأول خطوة إن أنت هتقدر يتعييتي وبصي تحت رجلكي أنت كده بتفشلي وعمري ما الشخص ده أصلا هيفكر يرجع لي بتاني ولا هيندم وهيقول إن أنا الحمد لله أنا خلصت من شخصية فشلة نكدية طيب إزاي أخلي الشخص ده يندم إزاي أقدر أنسيه بسرعة إزاي أبتدي خطوة جديدة يعني مش بقول إن أنتو مش هتعيطوش لا انفاجروا لازم مرة واحدة كده تخلصوا كل الانفجار يعني إيه تعودوا كده تعيطوا 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 وتتدايقوا كتير قوي بس يعني ده يبقى مدة محددة يعني مش تفضلوا بقى شهر شهرين تعملين بتعيطوا لأنا عايزة العيط والنحنحة دي كلها تخلصوا أسبوع واحد يعني عودوا أسبوع كده اقفلوا النور على نفسكم وعودوا اسمعوا كل أغاني الهجر والفراء تنفاجروا عارفيني انفاجروا أنا عايزة كل بنات تفرج عليها تنفاجر بجد يعني عودوا عيطوا عدوا عبروا عن مشاعركوا عدوا اكتئبوا اطلقوا انفاجروا اعملوا كل حاجة بحس إن كل حاجة تخرج بعد كده خلاص تبقى صفحة وانتهت عايزةكوا تبدأوا صفحة جديدة صفحة مليانة إيجابية مليانة طاقة إيجابية مليانة مليانة تفاؤل مليانة ان احنا خلاص احنا الصفحة دي انتهت أنا فين بقى أبص المستقبل وانا عندي تفاؤل أما انا هفضل أبص على الماضي كده وانا متدورة كده بقول يا ده كان وكان وكان عارفيني أغنية حمائل اللي هي بتاعتي وده كان وكان وكان انا مش عايزةكوا تقعدوا تغني الأغنية دي وانتوا عندهم مكتائبين خلاص خلاص الموضوع انتهى يبقى احنا بلاش نبكي على الأطلال يعني خلاص عارفيني انتوا الفيلم بتاع فاتن حمامة وعمر الشريف لا احنا مش عايزين نبكي على الأطلال احنا عايزين بقى نبص المستقبل نبص القدام طيب ألاقي بنات كتيرة جدا يقول لي هو ممكن يرجع لي تاني وهو ندمان وهو يعني زعلان هو نفسه ان انا أرجع له تاني طيب هل انت حبيبتي توافق ان انت ترجعي الواحد قرر ان هو يسيبك في وقت انت مثلا محتاجه فيه او في وقت ان هو يعني او في وقت ان هو يعني تقدري انت كرمتك عادي ان انت ترجعي لشخص قرر ان هو يسيبك قرر ان هو يهجورك قرر يسيبك عشان واحدة تانية عشان ظروف مش خدوا بالك وانا بتكلم النهاردة عن الشخص اللي سابك بسبب ظروف مش قهرية يعني مثلا مش مش سبب قوي ان هو يسيبه بعض يعني مثلا ما فيش طرمة بين عائلاتك وعائلات بعض فهو لازم يسيبك والحاجات دي خالص يعني انا مش بتكلم على الناس دي لا انا بتكلم على الشخص اللي سابك من غير اي سبب مقنع بالنسبة لك طيب هل تشايف ان الصخص دي استحق ان انت تضيع مستقبلك تضيعي حياتك تتبقي عايشة تضيعي جمالك تتبوزي بشرتك تبوزي عنيك عشان هزا الشخص لا طبعا ما فيش اي حد في الدنيا كلها يستحق غير باباكي وممتك واخواتك وولادك لو عندك ولاد يعني اما ان انت تعودي تبكي وتعيطي وتحس ان حياتك انتهت ما فيش حد حياتك تنتهي عشان ساب حد او حد سابه يعني خليكوا فاكرين بجد القعدة دي حياتك يا حبيبتي يا اختي يا جميلة يا امور عمرة ما تنتهي عشان حد سابك طيب اعمل ايه اعمل حاجة واحدة بس ان انا حط مستقبلي قدام عيني احط كده باث احط كده كرير احط كده يعني هدف لازم اوصل له اكتر حاجة هتطلعك من جو الاكتئاب والقهر والعاطفة ان انتي تنجحي في حاجة نفسك فيها ان انتي تحطي هدف سامي كبير جدا امنيت حياتك انتي كان نجزك تطلعي موضيف الطيران يلا بدقي بدقي اعملي فاتنس وروح يقدمي في شركات الطيران حاسيني الانجلش بتاعك حاول ان انتي تزباط الدنيا دي اكتر واكتر عايزة تشتغلي معيدة في الجامعة كل احلامك حطيها قدامك وعندك هدف واحد بس ازاي اقدر اوصل للتارجت بتاعي والحلمي مفيش حاجة اسمها مستحيل بالعكس انتي لازم انتي هيبقى عندك باور ان انتي عايزة تنتقري عايزة ان انتي تبقي احسن ان الشخص مهما كان الشخص اللي انتي كنت بتحبيه انا عايزة اقولك ان هو هيندم عليك امتا هيندم عليك لما يحس ان هو فقد حد ذو قيمة فقد حد كويس فقد حد الناس كلها نفسها تعرفوا فقد حد ناجح فقد حد تالنت فقد حد يعني حد فرصة ما هو انا مش هعاية اللي على فرصة نضيعتها في حياتي الفرصة اللي ضاعت دي خليك انتي فرصة للشخص ده يبكي ان هو فقدها انتي الفرصة اللي هو في يوم الايام يفتخر يقول يا انا كنت مرتبط بالبنت دي يا دي كانت حبيبتي دي كانت خاطبتي دي كانت مراتي خليك انتي الحدث اللي هو يتمنى ان هو يقابلك ويقول الناس شفتوا دي تعرفني على فكرة دي فاي حد في الدنيا هيندم لما يشوف ان هو فقد شخص يستحق ان انا اقرب منه في الوقت اللي انتي هتبقي في عز نجاحك وفي عز الزهوة بتاعك والجلوب بتاعك هو الشخص ده اللي هيندم ويقعد يفكر ويدرب نفسه بستين الف جزمة ان هو تخلى عنك اما وانتي قاعدة بتنحناحي وبتعياطي ومليانة وانتي اوحاش واحدة في الدنيا وعايزة تنتحر وعايزة والحياة خلاص صودة هو هيزعل ان هو يسابك لي يعني اللي خليه يزعل ان هو يسابك حتى لو هو بيحبك او مش بيحبك بس هو اكيد عشان هو سابك بقى هو مش بيحبك حد حب حقيقي بصوها عايزة اقول لكم يا بنات على قاعدة يعني حطوها في نصبق عينكم مفيش حد بيسيب حد بيحبه حتى لو تخنقوا مع بعض وزارموا بعض ممكن يبعيدوا عن بعض فترة بس لما بيرجعوا 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 اقوة من الاول ولما بيرجعوا بيحسوا ان قد ايه انت وكنت وحشني وقد ايه انا مقدرش يستغنى عنك اما لو فيه فعلا حد بعد عنك وقرر يبعد عنك وقدر ان هو يبعد عنك بقوة اعرف ان انت ما كنتش بتمثله اي حاجة بحياته لان اللي بيحب بجد ما بيعرفش ينسى اللي بيحب بجد ما بيقدرش يبعد ما بيعرفش ما بيعرفش ما قدرش يسيبك ما قدرش يتخيالك مع حد تاني غيره ده الشخص اللي بيحب بجد اما ان انت تفضلي بقى زي المسجات الاله ويدان واتبعدين مكمل مسجات اقورتكم مسجات الاليتبادات لي اقسم بالله اهزي اجلك واكتئب معي انا بيجيل اكتئب اقسم بالله وانا خلاص وبعيط وامي قالت لي وابوي طب ليه تزعلي اهلك طب ليه تزعلي حياتك وليه تزعلي وليه تكتئب يديه تصال النمارحلة دي عشان حد سابك عشان حد قرر ان ان انت شخص مش مهم بالنسباله طب ترد ان انت تضيعي حياتك علشان حد انت بالنسباله ولا حاجة لان لما قرر يسيبك قرر يسيبك في وقت انت كنت محتجال وانا بقعد اسمع قصص اني مش عارفة واحدة كانت موتها تعبانة وحاجات كتير قوي قوي ولا هل بنت بتعلق بيه طب ازاي ازاي متعلق بشخص هو نفسه مقدرش ظروفة مقدرش التعب اللي انت كنت فيه النفسي او الصحي او اتذر او اتذر الفراء لو حد قرر يسيبك هو تتمسك بيه الا ازا كنت انت اللي غلطان وحاسس بتقنيب الضمير وحاسس ان انت فعلا اصرت في حقه ساعتها حاول ان انت ترجع الدنيا اما لو انت مغلطش وهو سبك بلا سبب مقنع وبلا مبرر يبقى ده الشخص ده ما يستحقش ان انت تنزل ده مع واحدة بس عليه انفجروا يا جماعة انفجروا بس مش كتير انفجروا المدة مؤقتة بعد كده عملوا recovery نفسك عملوا قلموا نفسك وقوموا تاني اقوى قلموا نفسك وقوموا نفسك في الدنيا هيجي يسندكو بعد كده النجاحك هو اللي هيسندكو ان انتو تعملوا ذاتك وتحققوا ذاتك هو دي واحدة تقولي يا ما بشتغلش ايه المشكلة دواري على الشغل مفيش حاجة اسمها ما قدرش يبدأ كل واحد في الدنيا ممكن يبدأ من النهاردة بعد ما تقفيري فيديو ممكن تقولي انا ايه حلمي وازا اقدر اوصله انا ازا اقدر انجح ازا اقدر حقق ذاتي ازا يكون شخص ناجح ازا يخالي ناس كلها تتمنى ان هي في يوم الايام تعرفني وتتصور معايا بلا 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 يعني وتقدر بقى حلمي كين اتمنى الفيديو التحفيز ده يكون قوي جدا للبنات مش عايزة بقى ايه النظام النحنحة والعيات اللي بيبعتلي ده يا جماعة وياريت يعني فضايح دي ما تطلعش قدام الرجالة اللي بتفرج علينا دلوقتي لشان عندي 60% من متابعيني بنات و40% او 45% رجالة فانا عندي بصراحة نسبة رجالة عالية جدا في القناة يعني بما انا بتكلم عن مواضيع كتير عامة بس انا هتعمل بالبنات اكتر لان انا طبعا متحيزة للمرأة ومتحيزة للست ومتحيزة للانثة علشان انا طبعا بنت فانا اكيد بقى في جنب المرأة يعني انا بعد كده هعمل مبادرة انا مع المرأة العربية المسلمة او مع المرأة العربية بلاش تحيص ديني فيعني انا عايزة كنت تعتبروني دعم ليك واي حد عنده مشكلة واي حد عنده اي قصة وعايزني حلهال وبعتولي يا جماعة وتبوريني ممتكو الروحية شكرا بحبكو جدا جدا وعايزة اقول لكم ان انا هبدأ ادي ساشن ساشن ديت هتبقى ممكن تبقى جروب ساشن يعني انا بس بشوف سنتر نتفق ان انا اتفق معي ويعني الساشن ديتبقى فيز رمزية جدا يمكن هي هتروح اصلا للسنتر وخلونا بقى نعمل زي باور وندي طاقة ايجابية ونحقق احلامنا نساء الله بازن الله ما بعضو هبدأ بنات بس بشكركم بحبوكو جدا جدا اعملوا لايك للفيديو لو بتحبوني وعايزين تدعموا القناة لان اللايك بتاعكم بيفرق جدا جدا اعملوا شار لكل واحد صاحبتكو وحدة هجرها وهي زعلانة ومتضايقة كمان في فيديوز حلوة جدا للسنتيت هسبها لكم هنا بقى في علامة تعجب كده دخولوا وشوفوها تعجبكم جدا جدا دايما تفرجوا على فيديوهات البنات بس عشان قررت أدعم المرأة المصرية العربية ان شاء الله بإذن الله على في العالم كله كله شكرا بحبوكو كتير 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 وشكرا اللي حبوكو ودعموكو اعملوا شار كتير 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 وعملولي فولو على الانستجرام على راشا مراد اندرسكور بليز عملولي فولو على الانستجرام